السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية نزولا عند رغبة بعض الزميلات يعني المبتدئات في عالم المونتاج وتحضير دروس التعليمية يعني أردت أن أشرح كيفية تحضيري وإنجاز كتابة منتاج لفيديو تعليمي إنكابسيول بطريقة كينماستر هو الأبسط يعني من حيث الكتابة ووضع الصوت وعمل المونتاج وفضلا وليس أمرا أطلب منكم دعم القناة بالضغط على جميع الأزرار زر الاشتراك زر الإعجاب مشاركة الفيديوهات مع الأحباب والأصحاب في البداية نفتح متجر تطبيقات بليستور نبحث عن كينماستر كينماستر ثم نحمله أنا أزلته من هاتفي كي أحمله من جديد سوف أضغط في كينماستر هكذا كل هذه الأشكال هكذا كل هذه أختيارات أدينا أختيارات متعددة أنا تعلمت أن أختار الألوان المختلفة كي تظهر عندي بعض الانتقالات إذا كأي مشروع تعليمي يبدأوا بالكتابة أنا يعني خضرت الخلفيات عندي أربع خلفيات ممكن أن تستعملوا نفس اللون هذا هو العادي لكن فقط من أجل أن نفهم سوف أكتب في الخلفية الخضراء كوش يعني طبقات تكست وأكتبوا ما أريد السلام عليكم أوكي رأيتم أحركها كيفما أريد أضعوا هنا أغيروا لونها مثلا كونتور أحيطها بالأسود لأن الأسود هو الموجود هنا ممكن أن أغير اللون الذي أحيط به انظروا مثلا سأحيط بالأخضر رأيتم لكن الجميل هو الأسود سوف أبحث عنه هنا رأيتم هكذا حد معقول أبحث أيضا عن شيء آخر وهو الظل لون بغ أفعل دائما هذه المفاتيح هكذا انظروا إلى الظل يكبر سوف أضعه هكذا بالشكل المعقول هناك شيء آخر أكل أكل يعطي ذلك الإشعاع حول الكلمة أكل وفعله هذا المفتاح أكل يعني الإشعاع بالأصفر انظروا سوف أكتروا من هذا اللي رأيتم إذا غيرت مثلا هذا اللون إذا غيرت مثلا هذا اللون سوف أضعه إشعاعا مثلا باللون الأزرق نظروا كيف سيصبح حطان بالعزاق هناك شيء آخر أمر وفعله كهائي مجبود في الهاتحة هذه الكلمة أريدها أن تدخل من هذا الأن أو هذا الأن كيف سيصبح كيف سيصبح تغني السنس. أريد أن تحروج بشكل آخر مثلاً أريدها أن تحروج كي يظهر هنا كاختلاف سوف أبحث عن شيء مختلف مثلاً بهكذا وهي تقبر إذن انظروا إلى الكلمة دخلت بشكل دائري تغلع السنس وسوف تحروج بشكل مكبر هذا بالنسبة لكلمة واحدة نفترض أن في نفس الخلفية سوف أكتب مجموعة من الجمل وكل جملة يجب أن تظهر الواحدة والأخرى إذن هنا كتبت السلام عليكم سوف أكتب شيئاً آخر أرجع دائماً إلى طبقات كوش دي تكست سأكتب الدرس الدرس الأول هذه كلمة الدرس الأول أحدث عليها التعديلات التي أريد بنفس الطريقة مثلاً كونتوغ رأيتم الأصفر والأسود يأتي يعني اللون رائع أو أمضغ كل هذه الأشياء ممكن أن أفعل هكذا أن أضعها لكن انظروا إذا كان إذا كنت يعني وضعت القطعتين لهما نفس البداية نفس البداية ونفس النهاية فالسلام عليكم والدرس الأول سوف يبدأان في نفس الوقت رأيتم في نفس الوقت لكني أريد السلام عليكم أن تسبق هي الأولى والدرس الأول تأتي بعد ذلك الدرس الأول ها هي رأيتم هي التي أحضتها سوف أقوم بتصغيري هكذا تقليصها لن تبدأ هي الأولى بل ستبدأ السلام عليكم رأيتم ثم انظروا السلام عليكم بدأت بالتأثير الذي أنا وضعته ثم الدرس الأول وانتهت الكلمتان معا لماذا معا؟ لأن لهما نفس النهاية ممكن أن أمدد هذا الخلفية الخضراء لكن تمديدها يستدعي تمديد الكلمات التي أريدها أن تدوم كل هذا الوقت يعني حتى هذه هذه يجب أن تدوم إلى النهاية رأيتم؟ حاولوا أن أضبط يعني هذا يعني هو عمل يحتاج إلى فقط التأني والصبر وشيء من الدقة كي يكون العمل متقنا يعني أبدأ نفس السلام عليكم ثم الدرس الأول الكلمتان معا على مر هذا الوقت الزماني سوف أسرع انظروا النهاية سوف تنتهي الكلمتان سوف أمر لشيء آخر وهو تأثيرة الانتقال تأثيرة الانتقال انظرك سأنتقل من الخضراء إلى خلفية الحمراء هذا الرمز زائد سوف أضع مثلا هكذا وأضع هذا الانتقال أخصار هكذا عشوائيا انظروا كيف سيكون وأفعل هكذا إذن انظروا سأعود لحو الوراء وأرى العمل كيف سيظهر لم يعجبني أغيره سوف أضغط فيه وأقول مثلا ربما هكذا أفضل ربما هكذا هكذا أفضل مثلا انظروا وهكذا إذن عند اختيارات متعددة سوف أغير هذا الانتقال أيضا سوف أضع هذا هكذا هذه الستارة سأؤكد اختياري إذن دائما أعود لحو الوراء وأرى كيف يبدو الانتقال الثالث يعني عندي اختيارات متعددة جربوا لا تخافوا جربوا هكذا أعود نحو الوراء انظروا يعني كأنها تختفي الأولى تختفي وتظهر الثانية إذن لم تعجبك اضغط فيها يعني في ذلك الانتقال الترانزيسيون وقم بوضع ما تريد مثلا هنا سوف أضع هذه هكذا هذه تبدو جميلة انظروا انظروا رأيتم هذه الانتقالات نمر لشيء آخر وهو أساسي في مشروعنا التعليمي وهو الصوت أنا قمت بكتابة ما أريد هنا الخلفية الثانية أيضا كتبت ما أريد وسوف تستدعي وقتا آخر الخلفية الثانية كتبت ما أريد وأنا أمدد لأنني سوف أتكلم بما فيه الكفاية وهكذا إذن سوف أبدأ بوضع الصوت سأعود بداية الصوت عند اختيارين لوضع الصوت عندي هنا على اليمين أوديو الصوت يكون جاهزا وأضعه أوديو يعني حتى موسيقى مثلا ممكن أن أضعها ترافق ذلك الكلام هي أعتبرها صوت هذا النوع والنوع الثاني وهو المستعمل يعني أن نستعمل كثيرا وهو أن أضع صوتي بشكل مباشر غك إذن في هذه المرحلة وأنا بصدد تسجيل الصوت كنت أتكلم لكن أنتم لم تسمعوا شيئا لأنني كنت أضع مقبر الصوت بعد ذلك في عملية المونتاج أضفت هذا الكلام الذي تسمعونه الآن يعني هو صوت وضعته مع الفيديو الصامت الخلفية الخضراء يجب أن تكون بمقياس هذا الصوت هذا اللون بنفسجي هو الصوت هذا هو الصوت إذن أنظر أمدد الخلفية الخضراء إلى أن تصبح هي والصوت بنفس القياس ودائما هذا الخط الأحمر هو الذي يعطينا القياس هكذا اضغطوا في الخلفية إلى أن تصبح محاطة باللون الأصفر ثم قوموا بتمديدها يعني هنا أصبحت الخلفية تجاوزت الصوت نوعا ما أقوم بتقليصه شيئا ما يعني كما نقول عينك ميزانك رأيتم أنني مددت الأخضر الخلف الخضراء الكلمات يجب أن تمدد أهي أيضا الكلمة الأخرى يجب أن تمدد وهكذا كذلك يمكن أن أبدأ صوتا جديدا من هنا أنهيت قبل الأوان في هذه الحالة ماذا أفعل أقوم بتقليص الخلفية الحمراء إلى أن تصبح متساوية مع طول الصوت كذا يعني ممكن أن أمدد الخلفية أو أقلصها رأيتم يعني هنا هذه الاحتمالات كلها واردة هذا الفراغ بين الصوت الأول والصوت الثاني إذا أردت أن لا يكون ذلك الصمت فأنا أقوم بالضغط على مثلا أحد هذه الأصوات وأقوم بتقريبه بتقريب الصوت الثاني إلى الصوت الأول مثلا أريد أن أزيل جزءا من هذا الصوت مثلا قلت كلمة أو نبرة يعني لم تعجبني أريد أن أزيلها من الأخير سوف أضغط على الصوت دائما أضغط كي يحاط الصوت وأقوم عليه يقوم بتعديل عليه سوف أبحث عن المقص وأبحث مثلا أريد اليسار سأقص من اليسار إذا أردت أن تقص مثلا انظروا سوف أذهب للصوت الأول أريد أن أقص من البداية سوف أضغط على الصوت وأبحث عن المقص وأقص اليسار هكذا لا أدري ماذا أقول يسار المهم هذه الجهة إذا أردت مثلا أقص من الوسط أضغط وأبحث عن المقص وأذهب إلى الثالث سوف تقص لهذا الصوت إلى قطعتين رأيتم يعني تنفصل الأولى عن الثانية والخطأ الذي عندي أو التعديل أريدوه هنا أيضا أقصه أيضا تصبح قطعة صغيرة يجب أن أزيلها رأيتم سوف أضغط عليها تحاط لي وحدها بالأحمر وأذهب إلى هذا الرمز رمز الحذف سيبريمي وسوف أزيلها إذا تركت مشروعي التعليمي هكذا فسوف أبدأ ببعض التواني من الصمت ويكون عندي هنا بعض التواني من الصمت ماذا أفعل؟ أريد أن أبدأ بالكلام منذ البداية أضغط على هذا الشريط الشريط والصوت وأرجعه إلى البداية ثم أضغط على هذا الشريط وأرجعه إذن هكذا أصبح أصبح يعني الصوت مسجلان ويعني الكلمات مكتوبة مشروعي التعليمي أصبح جاهزا الانتقالات جاهزة مثلا أنا لا أريد هذه الخلفية لا أريدها ممكن أن أزيلها أضغط فيها هكذا سيبريمي ربما نسيت أنني لا يجب أن أزيلها يعني أي حركة فعلتها وأريد أرجعها أرجعها بهذا السهم المقلوب نحو انتظروا المقلوب نحو اليسار هكذا سوف يرجع يعني أي شيء كتبته مثلا وقمت بإزالته أو يعني أي خطأ استدركت الأمر استدركوا بهذا السهم على اليسار إذن ممكن أن أضيف فيديو جاهز على هذا المشروع التعليمي ماديا أبحث عن أي فيديو مثلا هذا الفيديو نعم سوف عندما أقوم بعملية التصدير بعد هذه الخلفية الزرقاء يبدأ الفيديو مباشرة يعني بالشكل العادي والأمور تكون متصيرة إذن سوف أزيله يعني لا أريده مثلا سيبريمي أقوم بعملية التصدير التصدير هو هذا السهم الموجود في الأعلى لماذا أشرح بهذا التفصيل المميل؟ لماذا أشرح بهذا التفصيل المميل؟ لأن بعض الصديقات أرادوا أن يفهموا كينماستل وقمت بتحضير فيديو قبل هذا وبعد التصدير ماذا هناك؟ بعد التصدير انتظري انتظري إلى أن يحمل هكذا هذا اللون الأحمر إلى أن يحمل ويصل إلى هنا يعني شيء من الصبر كلما كان الفيديو قصيرا كلما كانت مدة التصدير صغيرة وكلما كان الفيديو طويلا مثلا أن تدركت الأمر لا أريد أن أصدر نسيت شيئا أن يلي أن يلي وأعود نزيل هاته طويلة مثلا هذا الهدية أيضا لا أريدها هكذا رأيتم؟ يعني كل التعديلات ممكن أن تحدثوها على مشروعكم التعليمي الآن سوف أقوم بعملية التصدير سأصدر من جديد لأنني ألغيت التصدير الأول اكسبورتي ويبدأ في التحميل رأيتم السرعة التي يذهب في الحالة الثانية هي أسرع من الحالة الأولى لأنني قمت بإنقص المدة الزمنية التي سوف يكون عليها الفيديو أنتظر عادة سوف أنهي هنا ولكن نزولا عند رغبة المبتلئات وأسطر على المبتلئات فأنا سوف أنتظر الآن عندي الفيديو أصبح مصدرا سوف أشاركه مثلا هو الآن في الملف لكن سوف أشاركه مع مثلا أحد نشارك عبر الواتساب والشيء المعروف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر